هلا وشلونكم صباحكم الله بالخير ويفتح علينا وعليكم أبواب الرزق والصحة وراحت البال قولوا آمين وصفتنا لليوم هي الكبة اللبنية المحبوبة عدنا يعني كل أسبوع يريدون أسوي لهم كبة لبنية من كثر ما يحبوها فهاليوم حبيت أصور لكم إياها هذه الكبة الرهيبة الكبة اللبنية وقبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء وعلى صفحات الاجتماعية واللي ما مشترك بالقناة أتمنى أن يشترك ويفعل الجرس ولا تنسوني باللايك عندي هنا كوب واحد من البرغل وكوبين من الجريش أضيف لهم كوب واحد من المي وأخلطهم ويا المي وأغطيهم وأتركهم يرتاحون إلى آن ما أحضر الحشوة وثلاثة أرباع الكوب من الحبية أنا أقعها بالمي وأتركها على جهة أذوب ثلاث معالق طعام من الزبدة بالمقلات لأنه اللحم عندي شوية مو دهين فلذلك خليت الزبدة إذا اللحم عدكم دهين ما يحتاج أن أضيفون الزبدة وأضيف لها اللحم وأقليل اللحم يعني بدون بصل ويا هذه الزبدة أضيف لها القليل من الملح وأظل أقلب بهذا اللحم إلى آن ما يستوي بعد ما استوها اللحم أضيف لها ثلاث معالق طعام مملوئة من النعناع المجفف إذا تريدون ثلاثة أو أربعة هذا شيء يرجع لكم وأقلب هذا النعناع ويا اللحم والزبدة بعدها أطفي النار وأترك هذه الحشوة على جهة حتى تبرد بعد ما حضرنا الحشوة راح نكمل العجينة أحتاج ملعقة طعام وحدة من الملح أضيفها فوق هذا البرغل والجريش وأخلطهم سويا بالبداية شفتم أخليت مي كثير راح أخلي كوب واحد من المي وأستمر بخلط هذا المي ويا البرغل والجريش إذا تريدون تعجنون عجينة البرغل والجريش بإيدكم أو بمحضرة الطعام هذا شيء يرجع لكم واستمروا بعجنها إلى أن ما تصير مثل ما تشوفون كتلة هذه العجينة يلا اطلعوها من محضرة الطعام وأخلي باقي البرغل والجريش وعجنا بمحضرة الطعام إلى أن ما أنتهي مننا كله وارجع لكم بعدها أصفي الحبية من المي وأخليها بالقدر وأضيف لها مي وأخليها على النار حتى تستوي وهذا المي يفور أو يغلي عجينة الكبة اللبنية تصير شوية أقوى من عجينة كبة السلغ أو الطبخ وأقطع العجين وأجهزها وأبدي أحضرها يعني إذا تريدون سوها أقراص أو تسوها مثل معاندة أسويها بهذا الشكل هذا الشيء يرجع لكم حبيتها المرة أغير وأسويها بهذا الشكل شوفوا كل السهل تحضير العجينة أو فتح العجينة بهذه الطريقة أخلي لها من هذه الحشوة اللي جهزتها وتركتها تبرد وأغلطها وأقرصها كل سهولة وأخليها بالصينية وأستمر بتجهيز العجينة كلها يعني أكمل الكبة كلها وأرجع لكم بعد ما انتهيت من تقريص الكبة كلها راح أخليها بهذا المي اللي سلكت به الحبية وأسلق الكبة بعد ما خليتها كلها بهذا المي اللي ديغلي أقلبها تقليبة وحدة حتى لا تلتصق يعني بقعر القدر وأتركها إلى أن ما تستوي أحتاج تلتة أرباع الكيلو من اللبن اللبن يكون حامض هو هذا الأفضل يعني حامض وثخين هو هذا الأفضل للكبة اللبنية وأحتاج بياض بيضة وحدة وحوالي ملعقتين طعام من الطحين هسا تقولون ليش أم ليس تخلين بياض بيض والطحين ويا اللبن وتخفقيهم بياض البيض والطحين يخلي اللبنية ما يحتاج أن أتعب بتحريك اللبنية من أخلي البياض البيض والطحين يعني بسرعة تصير وما تتكتل يعني ما تخرب عندي المرقة بهذه الطريقة فهذه أفضل طريقة أسوي بيها دائما للبنية وأني مسيطرة وأتركها وأروح ما أخاف راح تتكتل بعد ما خفقت البيض ويا اللبن والطحين أضيف قليل من المي لأنه اللبن كلش ثقين ومدى يعني حتى يسهل خفقة ويا الطحين والبيض بعد ما جهزت اللبن هنا عندي الكبة كلها استوت راح أرفعها من النار وأتركها على جهة أو أرفعها من هذا المي وأتركها على جهة وأجيب اللبن اللي خفقته وأخليه فوق هذا المي المغلي مع التحريك بالبداية وأتركها يغلي فورا وحدها وبعدها أرجع الكبة أخليها به بصراحة هذه يعني أسهل طريقة وأسرع طريقة لتحضير اللبنية بدون تعب لأنه أحنا هوايا نحب اللبنية فهذه أسهل طريقة إلي بالعادي بدون اللبن لازم تظلون يعني تحركون بهذه المرقة إلى أن ما تشوفون اللبن يعني ثبت وبعد ما رح يتكتل فبهذه الطريقة أبدا ما يتكتل اللبن ويبقى يعني لبنية مثل الكريمة تصير بعد ما بدت تغلي مرة ثانية رح أخلي لها الكبة أرجع الكبة عليها شوفوا المرقة شلون صافية وصايرة مثل الكريمة ما بيها تكتلات بعد ما استويت الكبة عندي خليت القليل من الزيت بالمقلات على النار وأضيف له النعناع المجفف يعني ملعقتين طعام كلش كافية بس أقلب هذا النعناع شوية بالزيت وراح أقلبها على الكبة اللبنية ينطي طعام أطيب وأجيب هذا النعناع اللي قليته بالزيت وأخليه على اللبنية وأخلطها وأقدمها فهي هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم أتمنى تعجبكم الوصفة واتجربوها وألف عافية مقدمة وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي في فيديو آخر شكرا جزيلا للمشاهدة